يا أبو الأولي رايح على فين يا أبو الأولي والسفر سمين مع الكوارس والتراجيدي التي تعيشها في بلادنا كثير عادي أن تسمع ناس أو محللين أو حتى درامة تلفزيونية تقول لك أنه سبب المصائب التي نحن عايشين فيها هو أن ناس لا تحبيت بعضها أو الطماء أو الحسد أو الأنانية يعني باختصار هذا التحليل يفترض أن البلاوة التي نحن عايشينها بالرغم من أنه هي بلاوة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي إلا أنه حلها بيقتصر على الإصلاح الفردي من باب أبدأ بنفسك يعني واللافت أن أوروبا قبل حوالي 500 سنة كانت عم تعيش نفس الحالة كارسية تابعنا وضع اقتصادي خطير حروب بين الدول حروب طاحنة أهلية تحولت لحروب مذهبية وراح ضحيتها مئات الآلاف ومثل ما عمصر عنا حاليا تماما كان التحليل المنتشر بهذاك الوقت سواء عند الناس أو حتى عند المفكرين أن الكوارس اللي عم تصير في أوروبا هي ابتلاء بسبب الإبتعاد عن الدين أو بأحسن الحالات بسبب الانهيار الأخلاقي على المستوى الفردي طماع الجشاع وما إلى ذلك وأن الإصلاح بيصير لما كل واحد يحسن أخلاقه وهيك بصير المجتمع أفضل وفعلا خصص كبار المفكرين بأذاك الوقت كتبهم لمحاولة إصلاح الأخلاق الفردية مثل الفيلسوف الهولندي الشهير إيراسموس نفسه طبع المنحة اللي كان يقول إنه الحل بيبدأ بإنه كل واحد يحسن أخلاقه ويظل يحاول حتى ينجح وإن فشل مرة بعد مرة بعدين إجت النقل النوعية مع كتاب مور يوتوبيا اللي رفض فيه مور وإعتبار إنه المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بتجي من تردي الأخلاق الفردية بل بالعكس تماما أعتبر إنه هاي الأمور ناتجة عن وضع المؤسسات ووضع القوانين والوضع بشكل عام يعني إذا المؤسسات رديئة الحياة رح تكون رديئة يعني باختصار الأخلاق السيئة هي نتيجة مو سبب ومشان يوضح مور وجهة نظره وكتب عن مجتمع خيالي بعيش حياة أفضل سما يوتوبيا وبما إنه مور كان عايش بوقت كانت الاكتشافات الجغرافية والقارات النائية أمور بتشغل مخيلة القارئ الأوروبي فحط مجتمعه الأفضل هاد على جزيلة نائية على الجزيلة نائية حاول يبني مجتمع جديد واعتمد على بشر عاديين غير مثاليين بكل مشاكلهم وعلالون يعني ممكن يرتكبوا جرائم ممكن يكسبوا ناس عاديين مثل ولاد بلده بس عايشين بشكل أفضل اعتبر مور أنه تحقيق هالمجتمع الأفضل بيصير بتغيير شامل للمنظومة مو بتغيير الفرد وأخلاقه يعني بالنسبة لأمور نظام الجزيلة كان مثل المسرح والناس اللين ممثلين بتبعوا النص العام للمسرحية وبيتغيروا المسرح بغير الممثلين أدوارهم وتصرفاتهم نفس الشخص اللي ممكن يكون قاتل متطرر في مسرح الحرب الأهلية أو حرامي ولقلوق بمسرح الفساد نفسه هو ممكن يكون شخص أفضل بمسرح في توزيع عادل للسروة أو تعليم أفضل أو ظروف سياسية أفضل إلى آخره هاي هي الفكرة اللي بتهمنا من يوتوبيا مور وأكتر من هيك ما رح نحكيه لأنه زلمي كان عم يحاول يحل مشاكل عصره مو أكتر ويا لحص مور المسخم واقعه يا حصرتي كان كتير بعيد عن يوتوبيا اللي كتبها الثامن بتهمة خياني العزمة وأطع له راسه ليش؟ أنه طلع عن شره للملك ووقف الوش جواسته الثاني وكان معطرد على انفصال كنيسة إنكلترا عن البابا وبعد نرور أكتر من قرنين الأعدام توماس مور أجت تقدم العلمي وأنعش لآمال بالعيش بشكل أفضل وخاصة بالنص الثاني من قرن الثامن عشر وبلشت تطور الحياة السياسية خصوصا مع أفكار جون جاك روسو عن العقد الاجتماعي وإعلان استقلال أمريكا والثورة الفرنسية وإعلان حقوق الإنسان ووجد موجة طاغية من التفاؤل دفعت بعض الكتاب مثل الإنجليزي توماس بين ليقولوا أن الإنسان اللي عم يخلق هلأ هو أدم جديد وأن البشرية بصدد تتشين عصر جديد ونوع بشري أرقى وهون ما عدوا الكتاب حطوا اليوتوبيا بجزيرة نائية صاروا يتنبؤوا أن اليوتوبيا راح تكون بكل مكان على كوكب الأرض وأن المسألة مسألة وقت والسبيل لوصول له اليوتوبيا هو التطور العلمي لكن عندما انتقلت اليوتوبيا من الجزيرة النائية للمستقبل حدث تحول خطير لأنه على جزيرتك النائية تخيل وفصل وإيم وحط أنظم اجتماعية وسياسية مثل ما بدك تمحي أما بدك تحط اليوتوبيا ببلد حقيقي مثل إنجلترا وفرانسا فأكيد بيطع لك أسوات تخاف بأنه بدل ما تأخذن على اليوتوبيا تخزون وتأخذن على المستقبل أسواد وهكذا ظهرت الديستوبيا يلي هي عكس اليوتوبيا المدينة الفاسدة عكس المدينة الفاضلة وبلش تنتشر الديستوبيا لأنه منذ القرن التاسع عشر ساد التشاؤم وصار في حالة من عدم الثقة بقدرة الإنسان بالسيطرة على قدرات التدميرية اللي اخترعها وهيك ظهرت قصص منت فرانكشتاين اللي هو خيال علمي بالإضافة لأنه بيتمسخر على إنجازات الثورات العلمية والسياسية دمعة والله الشايات واضف إلى ذلك أنه بسبب كل الفضاعات اللي ارتكبت بالقرن العشرين مثل حربين العالمياتين من الحرب الباردة صار شكل يوتيوبيا كثير سخيف وقدر الديستوبيا تسيطر بامتياز وفكرة الدولة كثير أساسية بديستوبيات القرن العشرين لأنه الدولة من الزمان كانت محدودة تسيطرة أما مع التقدم العلمي صارت الدولة أقوى بكثير وصار عندها قدرة على مراقبة البني آدم والتحكم بتفاصيل حياته واللعب بعقله ومشان هيك صار لو كتاب يخافوا منه ومن أهم الديستوبيات الكلاسيكية هي رواية 1984 للريواء البريطاني جورج أورويل وبالسينما الأفلام ديستوبيا كثير منتشرها الفترة بسبب الأزمة الاقتصادية وصعود الميل المتطرف والإرهاب ومشاكة ذلك وغالبا ما بتدور قصصها الأفلام عن انهيار الديمقراطيات بالغرب بالمستقبل القريب واستبدالها بواحد من أمرين إما دولة شمولية بتسيطر على كل تفاصيل المواطن وبنتظر منه الطاعة وبتتحكم بعقولة بالبروباقندا مثل فيفور فنديتا أو بتدخل بإداء تفاصيل حياتهم مثل سياسة الطفل الواحد بـ What happened to Monday أو بإرهابهم بالقوة الغاشمة مثل Hunger Games الاحتمال الثاني هو انهيار تام لأؤسسات دولة الحديثة وسيطرة ميليشيات مسلحة بتدفع المجتمع نحو التخلف مثل Mad Max و The Postman وطبعا عنا بالتراث العربي فيه كتابات يوتوبية مثل كتاب الفارابي حول المدينة الفاضلة كتاب حي ابن يقضان لابن الطفيل الأندلوسي وكتاب الرسالة الكاملية لابن النفس الدمشقي يلي بيعتبرون النقاط مو بس مثال عن الأدب يوتوبي المبكر وهي رواية ثانية أقدم بكتير وكمان كاتبة واحد سوري اسمه الوقيان السن السياطي وهي رواية ساخرة واسمها قصة حقيقية وبتعتبر أول رواية خيال علمي على الإطلاق وانكتبت بالقرن الثاني الميلادي واتميزت بخيال مؤلفها الواسع الذي كتب عن حرب نجوم وكواكب بشكل مثل Star Wars وبالرغم من أهمية هذه الرواية وأنه مؤلفها سوري ما لقنا لها ترجمة عربية على حد علمنا مع العلم أنه توماس مور ما غيره ترجمة قبل ما يكتب يوتوبيا وأسره واضح عليه برأيه كتير من النقاط أما الإنتاج الأدبي الديستوبي العربي مع أنه بزدياد بس بيضل كتير قليل بالنسبة للإنتاجات الغربية بواقع الأمر نحن مو بحاجة روايات خيالية ديستوبية عربية لأنه نحن عم نعيش الديستوبيا بحياتنا اليومية بالوطن العربي ووصل الأمر ببعض دول العربية لحالة بتذكرنا بأفلام ما بعد الدمار بوست أبوكاليبتك يعني لأن تأكدنا الشيء بكفي نشوف صور من الموصل أو حلب أو حمص أو اليمن أو نشوف شو صار بليبيا أو حالة القضية الفلسطينية والانهيار العام بالعالم العربي على المستويات الثقافية والتعليمية والصحية والقيمية والفقر إلى ما هنالك وتوصيف هذه الحالة الديستوبية العربية مكتر بحاجة خيال بل بحاجة للعودة لكتب السياسة والاقتصاد والاجتماع وغيرا من العلوم ويمكن تكون افتتاحية الدكتور غسان سلامي بكتابه المجتمع والدولة في المشرق العربي بتوصف حالتنا الديستوبية بشكل كبير عندما ينظر المرء إلى المشرق العربي تنتبه رائحة مزعجة لا يلبث أن يكتشف أنها رائحة الموت ذلك أن أبناء هذه المنطقة من العالم لم يعرفوا في تاريخهم الحديث مرحلة يموتون فيها بهذه الأعداد بهذا التكرار بهذه الرتابة أو بهذه اللامبالة وما تبقى من العرب والعالم لا يدري ولا يبالي فهو لا يعيش هذا المستوى المقلق من صحبة الموت طبعا أنا مو هدف شامق من أول سنة بردو شايات بس هاي محاولة متواضعة على توصيف الواقع هلأ بيكتل لي ايشو ساوي يعني أنا بيقلك أنه هالحالة اللي احنا فيها كثير صعب يطلعها منا وما فيه كتالوج يقول لك شو رازم تعمل بس أنا فيني يقلك شغلتين الأولى هو إنه سفي حدا ممكن يطلع مجتمعنا من الحالة الديستوبية اللي عايشينا هو أنت لا تتوقع يأتي الفرج لا بنشرق لنا الغرب كل دولة دايرة عم نصلحتها وحالتنا ديستوبية عم تكون فرصة ثانية حالة يجوا يجربوا فينا ويتمددوا والشغلة الثانية هي إنه إذا كنت تشتغل من هذا الهدف فاتأكد أنه ما رح تقدر تعمل شي لحالك مو بس لأنه الكارثة كبيرة بل لأنه هي كارثة على المستوى الجماعي طبعا لما عم حاكيك أنا ما عم قللك أحرق نفسك شمعة لتضيء ضروب الآخرين ما عم تشعلين فشفش شكله بالعكس أصلا بحالة مثل حالتنا مصلحتك على المدى البعيد ترتبط بمدى نجاحك بالعمل الجماعي ولو أنه إحنا مكتر متعودين عليه لسه ولتذكر أنه إذا بدأتفهم الشي اللي عمل مرفي لازم تفهم الظوهر السياسي والاقتصادية بشكل علمي وأنه الفهم الأخلاقي ما بيكفي كلام غسان سلامي بيوصف الحالة الراهنة أما على المدى البعيد فرح أعطيك جملة شهيرة كتب المفكر الإيطالي أنتونيو جرامشي بالسجن سنة 1930 وهي بتوصي في حالتنا بيقول أنه الأزمة بتتلخص بأنه العالم القديم عم يموت والعالم الجديد للسماو ولد ونحن عايشين بالفترة الفاصلة بيناتهم والتي بتظهر فيها أعراض وأمراض رهيبة ومتنوعة يعني بالنسبة للجرامشي الكوارس اللي عم نعيشها حالياً هي فترة انتقالية والعالم الجديد الأفضل راح يجي وينتأخر بس ممكن يطول كثير أنا مالي علاقة ومن هون لحتى يشرف العالم الجديد الأفضل سوف يعمل برنامج ديستوبيا عربي على ألقاء الضوء على مختلف جوانب الحياة ديستوبية العربية اللي عم نعيشها من تردي الحالة العلمية والفكرية وحتى الفنية وهذه النقطة بالضبط اللي بتخلينا نختلف عن البرامج اللي ممكن تكون مشابهة لبرنامجنا مع احترامنا لباقي البرامج ومقدمين هاي البرامج والله يرضى عليكم لا تسوا تشوفوا المصادر بنهاية الفيديو وتعلموا لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا كان معكم من أمام الكاميرا الكابتن بشير نجار وعلى التأليف كابتن دكتور عمر نجار حتى نلقاكم في الحلقة القادمة لكم منا أطيب الأماني نحن فريق العمل تصبحون على خير